موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم معي النهاردة في فيديو جديد من فيديوهات قناة مامت علي ارحب بكم لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تفعلوا زر الجرس ولايك والشير للفيديو لاصحابكم عشان يعرفوا النهاردة هنقدم النهاردة طبعا قهوة مع كيك يبقى هنعمل الكيك بالبرتقان النهاردة طريقة سهلة وجميلة للبرتقان يلا نعملها مع بعض هنقول المقدير بتاعتنا ان شاء الله عندنا كوباية سكر كوباية لبن كوباية زيت كوبايتين دقيق من نفس معيار الكوباية اللي انت حطوتي بها الزيت او اللبن او السكر زي ما تحبي نفس المعيار الكوباية وثلاث بيضات وواحدة بيكينج بودر وكيس واثنين فانيليا وكيس تانج اللي هو البودر ده عشان تحطي بيه البرتقان او لو حابة تستبدلي عصير البرتقان بعصير فرش مكان اللبن هنبدأ نضرب الثلاث بيضات وهنضربهم ضرب كويس جدا يعني وقت كبير بحيس ان اللونهم يتغير وفي نفس الوقت يعملوا زي رغاية وكتير كده فقاقية عشان تبدأ تديك هي البيض ضرب البيض الكتير هو اللي هديكي كيكة هشة وجميلة هنحط عليهم الاثنين فانيليا ونضيف كوباية السكر ونفضل نضرب فيه برضو عشان السكر يدوب مع البيض والفانيليا كويس يبدأ ان هو بيتقل معاكي هنبدأ نضيف الزيت بالراحة ونقلب لغاية لما الزيت برضو يختلط مع المكونات بتاعتي هاخد كوباية اللبن برضو هصب منها على الخليط بتاعي واخلطه مع بعض حيس برضو ان اللبن يختلط مع المكونات عندي واخد كيس التنج بتاعي واخد اضيها على المكونات برضو عشان يديني اللوون البرتقاني وطعم hiring اللي انا عايزة لو هتعمل نفس المكونات لكيكة شوكولاتة هتستبدل كيس التنج ده بكيس كاكاو هتطلع برضو هي كيكة شوكولاتة pai يعنى عشان تعملي كيكة شوكولاتة هتستبدل لكيس التنج نفس المقدير ونفس المكونات بصوا اللي هون بقى حلو ازاي والريحة هناخد الدقيق ونفض عليه كيس الباكينج بودر ونقلبه مع بعض الاول طبعا احنا متفقين ان الدقيق بيكون متغربل تمام بيكون يعني نقي من صفي من اي حاجة عشان برضو نبقى متطمنين نقلبه مع بعض ونبدأ ان نضيفه فوق الخليط بتاعك بالراحة نحطه شوية بشوية طبعا بيتم الضرب لغاية المدقية يختفي تماما خالص وتبدأ تظهر لك الفقاقية مش قادروا لك يعني هي مع الضرب هتطلع الفقاعات بتاعتها جميلة كده وتعرف ان هي ان شاء الله تبقى كيكة هشة وجميلة ومنتفخة وحلوة من الفقاعات بتاعترابي طبعا في اتجاه واحد ما بتليفيش في اتجاه تاني زي ما انا بعمل كده بالظبط بحس ان الهوى يتداخل في الكيكة عندك وتطلع للكيكة اسفنجية ممتازة جميلة جدا تستمتع بيها وتقدميها مع الشاي ولو ضيوفك ولأولادك هنكون مجاهزين صنية مدهونة مدهونة زيت ونعفرها كده بشوية دقيق ونصب فيها الخليط بتاعنا وندخل الكيكة على درجة حرارة 180 الفرن طبعا بيكون انشغالي تخل من الاول فمندخله على درجة حرارة لمدة 30 دقيقة ما بفتحش عليها الفرن غير بعد 25 دقيقة تيكانت الكيكة النهاردة مكوناتها الجميلة حطتها في الفرن على درجة حرارة 180 وطلعتها طبرت شوية واختبرتها بالسكينة اتأكدت ان هي مستوية من جوة لما السكينة طلعت نظيفة بشكركم جدا على دعمكم لي يارب اكونوا قدرت افتكم بحاجة جميلة النهاردة وقدمها لكم ما تنسوش سبسكرايب للقناة او اشتراك لو اول مرة تشوفيني وتفعلي زر الجرس ولايك وشير للفيديو تحياتي لكم قناة مامة عالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته